السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ازايكم يا شباب عاملين ايه اتمنى رب تكونوا بخير في فيديو النهاردة هنتعلم مع بعض حل مشكلة بتواجه بعض الناس وهي مشكلة الدخول لاعدادات الراوتر لما بني نكتب عنوان الاي بي اللي هو 192.168.1.1 وندوس بحث بيجي لنا نفس الصفحة ديات وبيقول لك لا يمكن لها الموقع الالكتروني توفير اتصال اهمل وما بيفتحش معاك صفحة اعدادات الراوتر طب حل المشكلة دي ايه حل المشكلة دي بكل بساطة حل سهل جدا وتافه ولكن بعض الناس ما عرفوش الحل ده ولكن ياريت قبل ما اقول لك على الطريقة ما تنساش تدعمنا باللايك وبالاشتراك في القناة ويلا بينا اول حاجة هتعملها انك هتتوجه على طول لمتجر جوجل بي وبعد كده هتحمل التطبيق اللي هقولك عليه دلوقتي اللي هو اسمه UC Browser حل المشكلة في التطبيق ده هندخل عليه وهنكتب عنوان الاي بي وهيفتح معنا لو اي متصفح تاني غير يوسي براوزر حتى ولو تطبيق اوبرا او تطبيق فاير فوكس مش هيفتح معك تطبيق يوسي براوزر هو التطبيق الوحيد اللي بيدخلك على اعدادات الراوتر تعالوا كده نشوف مع بعض هنكتب يلا الاي بي 192.168.1.1 تعالوا كده ندس بحث زي ما حضراتكم شايفين دخلنا على صفحة اعدادات الراوتر على طول هنبدأ نكتب اليوزر نيم والباسورد ونبدأ نزبط الاعدادات بتاع الراوتر بتاعنا بكل سهولة بس كده وبكده نكون وصلنا لنهاية الفيديو هتمنى تكونوا استفدتم بفيديو النهاردة ولو عندكم اي سؤال او اي استفسار تقدروا تكتبوه في التعليقات وان شاء الله ارض عليكم على طول واشوفكم على خير ان شاء الله بفيديو جديد مع السلامة